صباح الخير نهار اليوم رح تنخف الدرجات الحرارة رح تكون الأجواء باردة وماطرة مع هبوب رياح معتدلة السرعة رح ننتقل لخرائط الأمطار تشير خرائط الأمطار إلى هطول زخات من الأمطار قد تكون غزيرة اليوم في العديد من مناطق المملكة مع احتمالية هطول زخات من التلوج فوق المرتفعات الجنوبية العالية كجبال الشراح والطفيلة غدا نهار رح تكون الأجواء مستقرة وباردة رح تسجل درجات الحرارة نهارين 13 بلا رح تنخفض ل5 درجات ورح تكون باردة يوم بالسبت والأحد رح ترتفع درجات الحرارة ورح تكون الأجواء باردة نسبيا رح تسجل درجات الحرارة نهارين 16 بلا رح تنخفض ل7 درجات مئوية رح ننتقل لملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة زخات أمطار متوقع اليوم في أجزاء متفرقة من المملكة رح يكون الطقس بارد خلال ساعات النهار وطقس مستقر وبارد يوم الجمعة رح نستعر الدرجات الحرارة النهار اليوم في المدن الأردنية اربد 11 المفرق 10 درجات الزرقاء 12 وأجواء باردة وماطرة عجلون 9 درجات جرش 10 درجات غرب عمان 11 درجة الصلطة غرب عمان 9 درجات مادبا 10 درجات أجواء ماطرة البحر ميت 19 الكرك 7 درجات الطفيلة 8 درجات امعان رياح نشطة السرع 10 درجات والعقبة 19 درجة ورح تكون الأجواء باردة هاي الليلة رح تكون الأجواء شديدة البرودة اربد 8 المفرق 6 والزرقاء 8 درجات جرش عجلون 8 درجات أجواء ماطرة الشرق عمان أجواء ضبابية 7 درجات الصلط 7 غرب عمان 6 ومادبا 4 درجات البحر ميت 15 الكركو والطفيلة أربع درجات أجواء شديدة البرودة امعان درجتين والعقبة 12 درجة بالنسبة للطقس والنشاطات الخارجية رح تكون الأجواء مقبولة اليوم لممارسة أغلب النشاطات الخارجية ورح تكون سيئة لبعض النشاطات بالنسبة للصحة رح تكون الظروف الجوية محفزة بشكل عالي للإصابة بأغلب الأمراض أجواء مقبولة اليوم لممارسة الرياضة الخارجية نحن انتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية اشتركوا في القناة